موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج كوشك الصحافة والتي نسلط الضوء فيه ومن خلاله على مجموعة من العنوين والأخبار تتداولها الصحافة اليمنية والعربية نبدأ هذه الجولة من موقع نيوز يمن نطالع فيه الرئيس هادي يشيد بجهود وتضحيات أفراد قوات مسلحة في محاربة وتتبع العناصر الإرهابية في الشأن الحقوقي أطلقوهم حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بإطلاق المختطفين لدى الميليشيا وفي الجانب العسكري ركز الموقع على تفاصيل المعركة التي شهدتها المكلة خلال الساعات الماضية ويقول الخبر سيطرت قوات الشرعية على مطار المكلة فيما تتوجه نحو المدينة التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة منذ إبريل من العام الماضي وأضاف الموقع شنت مقاتلات التحالف غارات على عدة مواقع للتنظيم في المدينة أبرزها مبنى المؤسسة الاقتصادية الذي يتخذه التنظيم مركزا للأمن والمحكمة الشرعية ومقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومركز بلفقي الثقافي كما استهدفت الغارات المجمع الحكومي في مدينة الشحر شرقية المكلة يتابع الموقع شهد محيط ميناء الضباء النفطي شرق المكلة مواجهات بين مسلح القاعدة وقبائل موالية للشرعية خلفت قتلى وجرح من الطرفين بحسب إفادة مصدر طبي يعمل في مستشفى بن سيناء الحكومي نقل موقع مصدر أونلاين عن مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية مليون ونصف مليون عامل فقدوا أعمالهم في اليمن وفي التطورة السياسية رفع جلسات مشاورات الكويت دون تحديد موعد قادم إلى غرب البلاد احتجاجات في المستشفى العسكري بالحديدة بعد نهب مشرف الحوثيين لمستحقات المواطنين عفوا الموظفين وفي تطور آخر للمعركة التي يخوضها الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي ويقول الموقع في التفاصيل كشفت قوات التحالف عن مشاركة عناصر من القوات الخاصة السعودية والإماراتية في العملية العسكرية ضد مسلحي القاعدة في ساحل حضرموت وجاء في البيان الصادر عن التحالف أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولية المشتركة لهزيمة التنظيمات الإرهابية في اليمن ولدعم الحكومة اليمنية الشرعية لبسط نفوذها وسيطرتها على المدن اليمنية التي سقطت تحت سيطرة تنظيم القاعدة وأهمها مدينة المكلة والتي تعتبر معقل التنظيم حيث تهدف العمليات لتطهيرها ومساعدة الشرعية في بسط نفوذها عليها وعلى باقي المدن اليمنية عن المنزل الذي عاش فيه وخلدت فيه ذكرياته قبل أن تأتي الميليشيا وتفجره ويصبح ركاماً كتب شكري الحذيفي مقالاً حاول فيه رصد محطات قضاها مع أسرته في المنزل الذي دمر أمس في موقع هذا الركام كان منزل الذي سكنته منذ منتصف التسعينات بالجحملية العليا في تعز كان لعائلتي وطنها المسغر وجيراننا غالبيتهم طيبون عشنا وإياهم ما يقارب على عقدين من العمر حتى ارتبطنا بالمنزل والحارة وجيرانها رجالاً ونساء وشباباً وشيوخاً ووجاهات ومسؤولين وحزبيين ومستقلين وبوسطاء وأغنياء في ود وألفة وصحبة وتوتدت علاقتنا بالبيت وإن كان إيجاراً ففيه أسست أسرة واختزنت مراحل من عمري وعمر أولادي لكنه منذ السادس من مغرب يوم الأحد الرابع والعشرين من الفين وستة عشر حولته أصابع الديناميت إلى ركام وأثر بعد عين أبعث مواساتي للوالدة فطوم فاضل مالكة المنزل وهي من سكنة منطقة ثعبات وادعوا الله لها بالتعويض المرة السابقة تم تسوية منزل أبي الشهيد سعيد علي الحديفي في الجحملية الغربية بالأرض وهذه المرة طالت ذوات الأيد المنزل الذي سكنته أغلب عمري منذ زواجي كونه حسب مبررات التفجير يمتلكه قيادي للمقاومة في ثعبات إنما الفرق هنا إنهم أمهلون لإخراج عفشنا من الظهيرة إلى المغرب والمغادرة لأننا لسنا المقصودين بالعقاب كما أبلغونا وأن القرار بالتفجير سينفذ أكنا موجودين في البيت أم لا بتنا مشردين من حارتنا ووطننا الصغير وصار نزوحنا من مدينتنا تعز بطعم نفي ننتقل إلى موقع تغير نت ونستعرض فيه أبرز التطورات الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي يلوح بفشل مشاورات الكويت ويقول بأنها لم تختلف عن الجولات السابقة في الشأن الاقتصادي ارتفاع جنوني لسعر الدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني في الجانب الإغاثي استكمال حملة طبية للإغاثة الطبية الرابعة بمحافظة تعز تناول الموقع أيضا تصريحات من داغر بشأن مشاورات الكويت وحرص الحكومة على إحلال السلام يقول الخبر أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر حرص الحكومة على إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وقال بن داغر خلال زيارته لمركز الملك سلمان للإغاثة في تصريح لوسائل الإعلام إن الوفد الحكومي المفاوضة يبذل قصار جهده لإنجاح المشاورات الجارية في الكويت وذهبنا إلى الكويت ولدينا النية الصادقة للسلام وأضاف لا يمكن إحلال السلام إلى عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 22-16 ووقف إطلاق النار وتسليم السلاح للدولة آملا بأن يفهم الإنقلابيون الدرس ويعرب عن سلامة نيتهم الصادقة للسلام وأوضح بن داغر الأزمة لا يمكن حلها إلا عبر المشاورات وهي الأفضل لإنهاء الصراع والاتجاه نحو البناء والإعمار لافتا إلى أنه في حالة تفويت هذه الفرصة ستكون كل الوسائل متاحة لإنهاء هذه الحرب العبثية التي طالت وزادت معها معاناة الشعب اليمني الصادر موقع صحوة نت نقرأ فيه أبرز ما جاء وفي صفحته الرئيسية نائب الرئيس يطلع على سير العمليات العسكرية في محافظات الجنوب والشرق وفي عنوان آخر تشيع جنائزي مهيب لجثمان الشهيد حسن اليعري في ضمار ومطالبات بالقصاص من القتل ركز الموقع أيضا على مواقف تركيا الداعمة للشرعية في اليمن خاصة من خلال تصريحات وزير الخارجية التركي وجاء في الخبر جدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو تأكد بلاده على دعم أمن واستقرار اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي وأشار الوزير أغلو إلى أن تركيا تقف مع اليمن وقوفا مبدئيا وثابتا وتدعم المشاورات المنعقدة في دولة الكويت المرتكزة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 22-16 والمبادرة الخالجية ومخرجات الحوار الوطني وقال الوزير إننا نتطلع إلى عودة الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية ولشعبها العظيم وإن تركيا ستساهم في إعادة إعمار اليمن خلال المرحلة القادمة نذهب إلى موقع يمن مونيتر اخترنا منه العنوين البارزة ولد الشيخ يقول هناك فروقات كبيرة في وجهات النظر لدى الأطراف اليمنية عنوان آخر بروفيسور إمارتي يقول احتواء اليمن في الدائرة الخالجية مسألة حيوية وإلا فإن ضياعها وارد في التطور العسكري مسلح القاعدة ينسحبون من المكلة صوب حدود شبوة جنوبية اليمن وتناول الموقع تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي بشأن العمليات العسكرية ضد القاعدة قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنوار قرقاش إن عمليات الشرعية والمقاومة ضد الإرهاب في أبيان والمكلة هي التطور الطبيعي لوضع اليمن في المسار الصحيح وهي الرد الواضح لدعايات التمرد الكاذبة وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر أضاف نجاح المسار السياسي في الكويت وتصفية إرهاب القاعدة وداعش فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة من المهم أن يدرك اليمنيون هذه الحقيقة ويبنون عليها أكد قرقاش أيضا على أن مستقبل اليمن بيد أبنائه في الكويت وفي المكلة والمستقبل لا يمكن أن يكون مصاره التمرد والتطرف والإرهاب وهي نقطة مفصلية يحدد نجاحها اليمنيون عن مفاوضات الكويت ونسبة النجاح كتب ماجد المذحجي مقالا تغترق فيه عن المفاوضات وعن مسار العمل ونجاحه ويقول الكاتب على الرغم من سقف الثمانيات العالي الذي اقترن بداية بمفاوضات الكويت إلا أن المنطقة يقول بأن أقصى ما ستخلص إليه أن تكون أول محطة فعلية لبدء مصار تسوية السياسية بين أطراف الحرب اليمنية وذلك ضمن أمد زمني قد يتراوح بين شهور أو عام يتم في نهايته تسوية كل الملفات العالقة وبالاقتران مع فض اشتباك متزامن على الأرض ينهي معالم الحرب بالتزدئة وليس دفعة واحدة الخطير في الأنباء الواردة من مفاوضات الكويت أنها تقول بفشل هذا الحد الأدنى المرجو منها وبذلك فهي لا تطلق قطار السلام من محطته الأولى بس تعلن في حال فشلها بدء جولة أكثر عنفا من القتال يزيد من تعقيد الأوضاع على الأرض بشكل غير مسبوق إن الفشل السياسي في الكويت سيرفع الغطاء عن الهدوء النسبي في جبهات القتال المهمة وسيزيل الكوابح من أمام رغبة الشرعية والتحالف في كثافة نارية تكسل الحوثيين وصالح وخصوصا وقد فرض عليها تقييد كثافة النيران نتيجة ضغوطات دولية بسبب البعد الإنساني دون أن يعني هذا توفرهم على قدرة حسم سريعة للمعارك وبالمقابل سيكون على الحوثيين وصالح التوفر على إمكانيات صمود أكبر وإثبات قدرة قتالية لفترة طويلة تحافظ على المساحات الحالية الواقعة تحتهم لأن أي خسارة لهم ستكون مكلفة سياسية عليهم وستخفض من وزنهم كثيرا في أي مفاوضات أخرى قد تتأخر كثيرا وهو أمر سيكون أكثر تعقيدا في العام الثاني من الحرب نختم هذه الجولة في الصحافة اليمنية من موقع الموقع جاء فيه وفد الإنقلابيين يرفض الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار ويتذمر من العمليات العسكرية ضد القاعدة إلى جنوب البلاد أبيان مواجهة عنيفة بين الجيش وعناصر القاعدة تتسبب في موجة نزوح للأهالي في موضوع آخر محافظ سقطرة يدشن العمل في مشروع توسعة ميناء حلاف في المحافظة اهتم الموقع بالتفاصيل مشاورات الكويت وتصريحات محمد بن موسى العامري مستشار الرئيس هادي جاء في الخبر قال مستشار رئيس الجمهورية محمد بن موسى العامري وعضو الوفد الحكومي المفاوض إن وفد الحوثي وصالح أعلنوا في الجلسة المسائية أمام المبعوث الأممي رفضهم الدخول في المشاورات وعلق العامري في صفحته على فيسبوك فوجئنا بوفد الميليشيا في الكويت وهم يتهربون من الدخول في جدول المشاورات وكأنما جاءوا فقط للكسب الإعلامي وللحصول على نقاط تمكنهم من الإنقضاد على شعبنا وعلى المزيد من التوسعات والقتل والعدوان أضاف العامري بقينا نطالبهم بالدخول في جدول الأعمال وفقا لقرار مجلس الأمن 22-16 القاضي بانسحاب الميليشيا وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة التي نهبوها من معسكرة الدولة إضافة إلى فك الحصار وتأمين الممرات وإطلاق صراح المختطفين والمعتقلين في ظلومات سجونهم وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن وفد الحوثي وصالح عطلوا الجلسة الصباحية مشيرا إلى أنهم طلبوا ثلاث ساعات كمهلة حتى يستأذنوا من الحوثي وصالح لكنهم في الجلسة المسائية صرحوا لنا أمام المبعوث الدولي بأنهم يرفضون الدخول في المشاورات مشاهدنا الكرام إلى هنا ونتوقف في الصحافة الداخلية تبقى لدينا الصحافة العربية في أعدادها اليوم بعد الفاصل مستمرون معكم في كوشك الصحافة المشاهدين نصحبكم في جولة الصحافة العربية الصادرة اليوم البداية من صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصدر حكومي مقرب من مشاورة السلام أن جلسة وصفها بالعاصفة حدثت أمس بين وفدي المحادثات مؤكدا أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أمهل وفد الإنقلابيين حتى صباح اليوم التالي للتوقيع على جدول الأعمال المتفق عليه وتقول الشرق الأوسط لا تزال مشاورة السلام اليمنية اليمنية برعاية الأمم المتحدة تراوح نفسها إذ أفاد مصدر الحكومي يمني أن الجلسة الصباحية أمس الأحد رفعت بعد حدوث شد كبير وأشار المصدر إلى الشد والجذب أتى بعد رفض وفد الحوثي الدخول في جدول الأعمال في حين شدد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن على ضرورة التعامل بجدية مع جدول الأعمال كما شهدت الجلسة استمرارا لدعم لجنة التهديئة والتواصل إلى أن وفد الحوثي تنصل من ذلك ورفض أية خطوة نحو أجندة السلام ووقف الحرب وبحسب المصدر ذاته وفد الحوثي يقول هذا المصدر أن وفد الحوثي أظهر بوضوح ممانعة لأية جلسة معه للحوار حسب الأجندة في حين صدمة عندما تم تقديم تقرير المتابعة اليومية للعملية العسكرية وظهر مكان مخالفا لما يدعيه من وجود قصف للطيران في حين أظهر التقرير أن كل الخروقات تمت على الأرض من قبل الميليشيات عبر قصف المدن واستمرار الحجد تجاه تاعز ومأرب وشبوة ولحش وعن سير المشاورات تقول الشرق الأوسط إنها لم تحقق أي تقدم أو اختراق على صعيد مناقشة القضايا الرئيسية المدرجة في أجندة جدول أعمال المفاوضات وذلك بسبب تعنت وفد المتمردين وتمترسه خلف مواقف مثبقة وعدم تعاطيه مع ما يطرحه المبعوث الأممي إلى اليمن إلى صحيفة البيان تبعت موضوع المحادثات وعلقت محادثات الكويت سيناريوهات مفتوحة وتقول الصحيفة يأمل اليمنيون أن تكون جولة المحادثات الجارية في الكويت الرافعة لتنفيذ النقاط الخمس التي تضمنها القرار الأممي والمتمثلة بانسحاب الميليشيات الإنقلابية من المدن والمؤسسات وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة تضيف الصحيفة رغم الأمال العريضة برضوخ الإنقلابيين لإرادة اليمنيين ولما أجمع عليه العالم في القرار الأممي 22-16 إلى أن ما يشبه اليقين هو ما يخيم على أذهانهم بعدم نجاح هذه الجولة من المحادثات وذلك استنادا للخبرة التراكمية السابقة في تعامل ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع الصالح وعدم التزامهم بتاتا بأي اتفاق أو هدنة وتنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ محبط بسبب تعنت وفد الحوثيين وصالح في المحادثات قالت المصادر إن المبعوث الأممي وجه حديثه للحوثيين عندما اعترضوا على الدخول في جدول الأعمال وقال الذهاب إلى وقف شام للحرب يحتاج إلى خطوات شجعة من أجل السلام وهذا يتطلب منا أن ندخل في القضايا الأساسية للحوار وليس الوقوف عند نقطة واحدة مثل متابعة التثبت من يوقف أطلاق النار من وقف عفوا من وقف إطلاق النار المحدود إلى صحيفة الاتحاد تابع التطورات المفاوضات عنوانة وفد الميليشيات يعلن رفضه لما تم الاتفاق عليه في محادثات سويسرا وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن وفد الإنقلابيين راوغ في موقفه بشأن الاتفاق على جدول الأعمال والدخول في مناقشة القضايا الرئيسية وقام بالتلك عن المضي قدما في مناقشة أجندة الحوار وتفيد الصحيفة سادت أجواء من التوتر جلستي المناقشات في يومها الرابع في ظل استمرار التباينات والاختلافات بين الوفدين إزاء عدد من القضايا المتصلة بتثبيت وقف إطلاق النار تقول الاتحاد إن الوفد الحكومي متمسك بموقفه بشأن ضرورة التزام الإنقلابيين بالتنفيذ إجراءة بناء الثقة المتفق عليها في الجولة الثانية من المحادثات والتي عقدت في سويسرا منتصف ديسمبر الماضي وأكد وفد الحكومة اليمنية إن تحقيق أي تقدم حقيقي لا يكون إلا بتعزيز وبناء الثقة والمتمثلة في إطلاق صراح المعتقلين ووصول المساعدات الإغاثية إلى المدن والمحافظات كافة خاصة تعز وهي الإجراءات التي لم يبدي وفد الميليشيات حسن النواية بشأنها بانتظار علم غانم يسعد اليمنيين يسعد اليمنيين تحت هذا العنوان جاءت افتتاحية صحيفة السياسة الكويتية التي انتقدت ما أسمته الشغب والمراهقة السياسية لوفد ميليشي الحوثي وقالت الصحيفة الكويتية جماعة الحوثيين وصالح هذا المكون يشعر أنه الكل في الكل في اليمن وأن الحكم بأمره وأن وجوده في صنعاء يمنحه الحق في أن يكون هو الدولة والحكومة والجيش والأمن وأنه جاء إلى الكويت ليتكرم على الفريق الآخر بأن يمنحه فرصة المشاركة في حكم اليمن ليس إلا متناسيا أن الفريق الحكومي والمقاومة وبمؤازرة ومساندة التحالف العربي استطاعوا خلال هذه السنة ومن خلال الحرب التي فرضت عليهم أن يسيطروا على 85% من اليمن بكل أطيافها وألوانها الاجتماعية وغافلا عن أن التحالف الذي يضم 11 دولة قد حدد هدفا واضحا وهو إنقاذ اليمن من النفوذ الإيراني وبالتالي إنقاذ الخليج كله من الأجندة الفارسية الداعية إلى الإضرار بشعب الخليج لقد تجاهلت جماعة الحث وصالح أن فريق الحكومة والمقاومة المدجج بالشرعية الدولية حضر اجتماع الكويت في الوقت المحدد ليس خوفا وإنما التزاما ورغبة في إحلال السلام باليمن وإيقاف هذا الصراع وحقن الدماء والحفاظ على الممتلكات وكذلك احتراما للقرارات الدولية واستقابة لطلب مجلس الأمن أما الفريق الآخر فقد تردد في المجيء وأعاق انطلاق المباحثات في موعدها وعندما حضر مارس كل أنواع الشغب والعبث والمراهقة السياسية خلال الاجتماعات ولم نسمع منهم خلال مفاوضات السلام إلا قرقعة خلافاتهم واختلاق الأكاذيب والتبريرات الواهية لما يرتكبون مجانمة بحق الأمن والسلام في اليمن يهمنا أن يعود السلام لليمن وأن يحل الأمن والأمان في ربوعه وأن لا يكون ذلك مرتبطا بفشل هذا أو ذاك بل بانتصار الشعب اليمني وتحرره من ربقة الاحتلال الفارسي فلا استنسخى لنصر الله آخر أو ضاحية جنوبية أخرى لإثارة الفتن وتصدير العنف والمؤامرات وإزعاج الجوار نأمل أن تعود لليمن السعيد نظارته ونقاؤه وأن ينعم أهله بالسلام ونتمنى كما يقول أهل الخليج أن نسمع كل علم غانم عن هذه المفاوضات إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي تابعت موضوع خروقات الميليشيا للهدنة عنوانت خروقات قوة صالح والحثيين تهدد مشاورات الكويت تنقل الصحيفة عن المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف عبدالله الأشرف قال إن قوات صالح والحثي وصلت إطلاق المدفعية والأسلحة المتوسطة على مواقع الجيش الوطني في مناطق الغيل والمصلوب والعقبة ولم تتحقق التهديئة إلا في مدرية المتون فقط وذلك منذ يومين عقب وساطة قبلية نصبت خياماً لمنع الاقتتال بيننا وبين الحثيين والتهم المتحدث لجنة تثبيت وقف إطلاق النار اتهمها بالمماطلة وعدم حزم الأمور في تلك المناطق معتبراً أن هذه الخروقات وأجواء الاعتداءات المستمرة من قبل قوات صالح والحثي لا تساعد على إنجاح مشاورات الكويت أضاف المواجهات في مدرية المتون أدت خلال الفترة الماضية إلى نزوح غالبية سكانها البالغين نحو 25 ألف شخص لافتاً إلى أن نحو 30 قتيلاً و30 جريحاً من المقاومة والجيش ساقطوا في محافظة الجوف بنيران الحوتيين وقوات صالح منذ بدء الهدنة في العاشر من إبريل الجاري عن قليل مما ورد في كتابات ورحلات الفيلسوف الفرنسي أندغي مالغيو كتب صبح حديدي مقالاً منشوراً كان الراكب الأول هو الأديب والفيلسوف والوزير الفرنسي أندري مالغيو والثاني هو الكاتب والضابط والسياسي إدوالد كورنيليون وكان في سماء اليمن يمارسان ما عرف آنذاك باسم التنقيب الجوي يبحثان عن مدينة سبأ بعد أيام سوف تتلقى اليومية الفرنسية لانتخونزيون برقية من جيبوتي بتوقيع كورنيليون مالرو اكتشفنا مدينة سبأ الأسطورية عشرون برجاً وهيكلاً ما تزال قائمة على الحافة الشمالية للربع الخالي التقطنا صوراً خاصة بالصحيفة موادتنا شح المعلومات حول هذه الواقعة خصوصاً في مدى صدقيتها الأركيولوجية ظل يكتنف معظم الكتابات التي تناولت حياة مالرو مخل استثناءات محدودة بينها كتاب بالإنجليزية عنوانه البحث عن سبأ مغامرة في جزيرة العرب لعله المرجع الأوسع عن هذه الحكاية المثيرة وبصرف النظر عن المعطيات العلمية كان جوهر الواقعة يمثل إضافة أخرى عميقة إلى نواس مالرو والدائم بين قطبي التجربة الإنسانية الفعل والمخية والواقعي والعجائبي وبهذا المعنى أيضاً فإن المرأة لا يستطيع تجاهل جملة حقائق أخرى حول الرجل تكاد تناقض على طول الخط الصورة اللامعة الطاهرة التي يبدو عليها في العموم ولعل مصائر زنوبيا بوتين وسبأ في أيامنا هذه لا تذكر بانتهاكات التشدد والتعصب والجاهلية الجديدة والاستبداد بل ترد الحاضر إلى ماض غير بعيد شهد نزعة إنسية غربية متمركزة حول ذات مغامرة وغازية باحثة عن مآزق أقدارها في جغرافيات الآخرين وتواريخهم ختاماً مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتر أختم بها حلقة اليوم وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر